موسيقى من فضائية العراق التربوية أرحب بكم طلابي العزاء في درس من دروس الحاسوب للصف الثاني المتوسط طلابي العزاء أتمنى منكم تحضير ورقة وقلم لحل أسئلة الفصل الأول الخاص بالوحدة الثالثة في مواضيع العمليات المنطقية والرياضية والتي تسمى الحسابية نأتي إلى السؤال الأول املأ الفراغات الآتية بما يناسبها واحد إذا كانت قيمة الأي هي ثلاثة وقيمة البي هي أربعة فإن نتيجة أي تقرأ من اليسار أصغر أو أقل أو تساوي بي هذا بمعنى أو وليس و فتقرأ أي أقل أو تساوي بي هل إن الأي أقل من البي بمعنى الثلاثة أقل من الأربعة نعم إذن الجواب نكتب true ممكن نكتب صح باللغة العربية لكن إحنا لاحظنا بالمفردات أنه يجب الاهتمام بالمصطلح باللغة الإنجليزية العملية هذه العملية هي عملية علائقية ماذا تعني؟ تعني المقارنة طلاب العزاء بمعنى المساواة لا يجوز أن أكتب المقارنة فقط إنما أحدد نوع العملية ولا يجوز أن أكتب فقط يساوي قد يكون يساوي يخص موضوع الفيزياء والرياضيات لكن هنا في الحاسوب يجب أن نكتب مقارنة بمعنى المساواة رغم ثلاثة إذا كانت A true و B false يعني الأي هي صحيحة وال B هي خاطئة فإن نتيجة A and B هنا قلنا أنه راح تكون و الو يجب أن يتحقق الشرطين إذن هي النتيجة ستكون خاطئة السبب إلى أنه إحداها خطأ بما أنه هي غير متشابهة بالنسبة للطالب مباشرة يكتب false أو خطأ نأتي إلى السؤال الثاني اختر الجواب الصحيح يتم اختبار if X أكبر من صفر راح نشوف شنية الحالات الحالة الأولى عندما يعطي قيمة X الحالة الثانية عدم إعطاء قيمة X الحالة الثالثة إعطاء قيمة متغير آخر نحن نتعامل مع الـ X هنا على أنه متغير قابل لتغيير القيمة لذلك سيكون الجواب هو عدم إعطاء X لأنه ممكن لهذا الـ X أن يأخذ أي قيمة عددية ممكن أربعة سالب أربعة مية ألف إذن لا يمكن إعطاء قيمة للـ X في حالة FX أكبر من صفر النقطة الأخرى إذا كانت إشارة المرور تعني التوقف عن السير فإن الشرط هو ماذا سيكون لنرى الشرط هو إشارة مرور هذه الكلمة لوحدها منقوصة ومبهمة غير واضحة النقطة الثانية التوقف عن السير هل إن التوقف عن السير هو نتيجة أم شرط حتى من سيكون نتيجة إذن هذا جواب أيضا خطأ إذن الجواب الصحيح الشرط هو إن إشارة المرور الحمراء حتى يتم توقف المر نأتي إلى النقطة المهمة الأخرى يتم طباعة عبارة أكبر إذا تم إدخال رقم X أكبر من 10 كيف يمكن أن نكتب ذلك منطقيا؟ لنرى الحالة الأولى نكتب F ونفتح قوس أكبر أو X أكبر أو تساوي صفر إذن هذه خطأ لأنه هي ليست صفر إنما عشرة الحالة الثانية F X لا تساوي هنا عندي علامة لا تساوي ونحن أمام أكبر إذن هذه الحالة أيضا خاطئة نأتي إلى رقم ثلاثة F X أكبر من 10 إذن ترجمة هذا الكلام منطقيا هو كالآتي يعني إذا أريد نكتب إدخال رقم X أكبر من 10 كتابتها بشكل منطقي أو برمجي سيكون F X أكبر من 10 إذن هذا هو الجواب الصحيح نأتي إلى السؤال الثالث أسئلة ذات إجابات قصيرة واحد أعطي تعبير منطقي باستخدام جملة الإختيار ثم أوجد قيمته لنرى تعبير المنطقي F X أكبر من 2 كيف عرفت أنه هو تعبير منطقي حينما لاحظت إشارة الأكبر وكلمة ال-F إذن هنا أصبح عندي شرط وهذا هو التعبير المنطقي F X أكبر من 2 يجب معرفة قيمة X ونفرض أنه هي كانت مثلا أربعة ففي تعويض قيمة ال-X إيش راح يكون F 4 أكبر من 2 إذن الجملة اللي راح تكون هي عبارة صحيحة أو true لماذا؟ لأنه هو يعني نعرف أنه رقم الأربعة هو أساسا أكبر من رقم ال-2 هذا مثال بالنسبة لأنواع العمليات حينما عفوا أذكر أنواع العمليات العلائقية ونعطي مثال على الأدات أفضل جواب لهذا السؤال هو هذا الجدول لماذا؟ لأنه يحوي الجواب بشكل نموذجي باعتبار عندي operator عملية وعندي description وصف وعندي example مثال وعندي result فإذن أي مثال من هذه الأمثلة في هذا السؤال هو مثال صحيح إضافة إلى أنه الطالب ممكن أن يعطي مثال موشابه نأتي إلى الأسئلة السؤال الثالث أسئلة ذات إجابات قصيرة سؤال ما الفرق بين أي تساوي بي وأي تساوي تساوي بي تقرأ بهذا الشكل لنرى الفرق الأول أي تساوي بي بما معنات إسناد قيمة أي إلى بي حالة تساوي رياضيا مثلا أي تساوي عشرة طيب هل إن الأي تساوي البي في حالة شوك تصير عندي التساوي لما يكون عندي البي أيضا عشرة الأي عشرة والبي عشرة إذن حققت الشرط إذن أصبح عندي حالة مساوات رياضيا لنأتي في حالة ثانية عندما يكون الأي يساوي بي هنا تأتي مرحلة أو معنى آخر هو المقارنة قيمة أي وبي ثم نرجع القيمة رو إذا كانت متساوية أو فولس في حالة الاختلاف مثال ذلك لنرى مثلا عندي الأي تساوي 2 البي تساوي 2 هنا سيكون الناتج ترو أما إذا قلنا الأي تساوي عشرة والبي 11 فالنتيجة هي خاطئة إذن نعتمد على الجواب في حالة الرياضيات واستخدام علامة يساوي وحدة النتيجة ستكون رقمية أو عددية أما في حالة المنطقية حتما ستكون true أو فولس السؤال الرابع من ضمن أسئلة ذات إجابات قصيرة إذا كان تنفيذ أي برنامج يبدأ بالسطر الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا هل يسمى اختيارا ولماذا لنرى الجواب نعم كونه تتبع مسار يحوي تعليمات معينة ومن ضمنها شرط يعني أقدر أعتبر اختيار في حالة وجود شرط عند هذه النقطة راح نلاحظ أنه إحنا الإجابات القصيرة تقريبا انتهت طلابي العزاء أرجعوا أكد على الفرق ما بين العمليات الرياضية والعمليات المنطقية أو البولينية أو ما تسمى بالعلاقية هنا نتيجتها صح أو خطأ في حالة المنطق مع الرياضيات سيكون الناتج عبارة عن عدد أو رقم إن شاء الله أتمنى أنه وثقت الحل بشكل صحيح في دفاتركم واللي أريد من طلابي الأعزاء ينتبهون إلى هذا الموضوع كثير أخطاء تحصل عندنا في حالة الرياضيات استخدم أي يساوي به في حالة رح أنطيها نوع من التكبير حتى نشرحها بالتفصيل في هذه الحالة رح يكون نتيجتها رقمي لأنها تعمل مع الرياضيات أما في حالة المنطق اللوجيك أو التعابير البولينية نتيجتها رح تكون أما صح أو خطأ إذن الفرق سيكون بالناتج جداً مهم التفرقة مع هذا وإن شاء الله أكون يعني قدم طيتكم الجواب الكافي ألتقيكم طلابي الأعزاء في الدرس القادم تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر